موسيقى أنا على رغم من أني نشأت زي كل الأطفال المسلمين يعني إحنا صغار أنا أذكر رحت حاجة شبيهة بالكتاب في الخليل لكن الحقيقة لم أتعرف على القرآن ولم أكتشف القرآن إلا لما صرت في سن 14 أو 15 سنة وهذا ما يسمى بجيل الصحوي أو بدايات سنوات الصحوي مطلع السبعينيات وأذكر تحمست فبدأت أحفظ من أول المصحف سورة البقرة وفي يوم الأيام وصلت عند قولي تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ورجعت إلى البيت لما وصلت إلى البيت وجدت البيت مقلوب أمي وأبي في غاية الكدر لا أدري ما الذي كدر حياتهم نكد ومعمومين فأنا لم أملك إلا أن تلوت هذه الآية واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون فأمي رحمه الله وهي كانت أكثر تدينا في البيت كأن وقعت عليها صائقة كأنها سمعتها لأول مرة كأنها سمعتها لأول مرة قامت جاءت إلي احتضنتني قبلتني وقالت سريت عني الهم الله أكبر حتى هذه اللحظة بالرغم أننا كثير مننا له ورد يومي ويقرأ تجعل آيات مثل هذه الآيات وتشعر كأنك تقرأها للمرة الأولى سبحان الله القرآن يعني لا يبلع على كثرة الرد كل ما قرأت تشعر كأنك تقرأ للمرة الأولى ولا شك أن الآيات التي فيها خصوصيات الإنسان يحب أن يكرر قراءتها يعني مثل هذه الآية الإنسان يشعر أن المعاني فيها أعمق بكثير من سياقها حتى يعني كثير من الآيات أحيانا تجد أنه إذا بوترت عن سياقها معناها يصبح معنى ضعيف أو الإنسان لا يشعر به بسرعة لا يستطيع أن يفهمه بشكل تلقائي لكن هذه الآية مهما أخرجتها من سياقها وأبعدتها عن ما قبلها وما بعدها وكذا تشعر أن فيها معاني عميقة وكثيرة يعني تشمخ بذاتها تستحق الأقوف فعلا يعني فعلا وهي في آية مشابهة لها فيما بعد في نفس سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابر وهذه طبعا لها سياق وإن كان المعنى المتشابه ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات الأحياء ولكن لا تشعر يعني في موضوع الاستعانة بالصبر والصلاة اللافت هو الحديث عن الصبر والصلاة معنى وقرنهما في أكثر من مرة وهون أنا أعتقد أن القضية لها علاقة بالقرن بين العبادة الشعائرية والعبادة القلبية نحن عندنا مشكلة في حياتنا عموما في حياة كثير منا هو حالة الانفصام بين الشعائر وبين الحالة القلبية وبين العبادة القلبية إنه الاهتمام بالعبادة الشعائرية أكثر دائما الحديث عن مواجهة المصائب ومواجهة الكوارث ومواجهة النوازل جاء يقرن وضرورة الحديث عن أو ضرورة التمسك بالعبادة القلبية مع العبادة الشعائرية فحقيقة لا يمكن أن تتقن الصلاة بغير صبر ولا يمكن أن يتم الصبر بغير صلاة يعني بمعنى أن البعض يعيش حالة تصبر وتجلد لكن بدون صلاة وخضوع وتذلل بين يدي الله عز وجل لا يكون للصبر ثمرة عظيمة والصلاة أيضا إذا لم تكن مقترنة بحالة مجالدة للنفس ومغالبة لها وتحمل للمكارث أيضا لا تؤتي ثمارا حقيقيا هو كأن الاستعانة بالصبر هي استعانة بحالة ذهنية تنعكس على جوارح المرء الاستعانة بالصلاة هي استعانة بعمل أنت تقوم بعمل من أجل أن تحقق الحالة الوجدانية ومن هنا جاء الاقتران بين الأمرين وأيضا في نقطة أنه سبحان الله واستعينوا بالصبر فإذا نفد الصبر فزاد الصبر الصلاة يعني الذي يزودك بالصبر هو الصلاة تستمد من الصلاة هذا الصبر والجميل في هذه الآية الحقيقة التي وردت في سورة البقرة أنها مرتبط ارتباط كبير جدا في سورة الفاتحة أم الكتاب أي أنت تقول في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآيات تبين لك شكل من أشكال الاستعانة استعانة نعم واستعينوا بالصبر والصلاة هذه الجزء أو شكل من أشكال الاستعانة التي أنت يعني تطلبها في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين بالله سبحانه وتعالى فكيف تستعين بالله من خلال هذه الآية الصبر والصلاة هما عون لك على العبادة ولذلك هي جاءت في موضعين في الاقترام بالصبر والصلاة وكونهما علاج واحد في الآية فيها ملمح لغوي عجيب أن الله عز وجل قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة الأصل في اللغة أن يقول وإنهما لكبيرتان إلا على الخاشعين ولكن القاعدة تقول أو السياق القرآني في أكثر من موضع يقول بأنه إذا ضم أمراني إلى بعضهما ليكون علاجا لقضية من القضايا فإنهما يعاملان معاملة الواحد يعني هنا وإنها لا تعود على الصلاة وحدها تعود عليهما يعني في نموذج في القرآن الله عز وجل يقول يحلفون لكم ليرضوكم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين السياق الأصل أن يقول أحق أن يرضوهما ولكن عندما يكون إرضاء الله وإرضاء رسوله علاج لقضية من القضايا يعاملان معاملة الشيء الواحد فهنا قال وإنها لكبيرة أي أن الصبر والصلاة وحدة واحدة لا يمكن الفصل بينهما فما أحد يظن بأن الصبر وحده علاج أو الصلاة وحدها علاج الصبر والصلاة عملا معاملات فقلا بضمير واحد لذلك الله عز وجل في سورة النور يقول فلولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم هو بتكلم عن مؤمنين ومؤمنات ولكنه تكلم عن نفسين واحدة أو دمجهم في ميم الجمع جمعهما بشيء واحد هون على أكثر جعلهما ضميرا واحدا جعلهما شيئا واحدا فرد الضمير فهذا ضمير المفرد يعود إليهما معا ولا يعود إلى يعني بعض المفسرين لا سيمة التفسير القديمة يقول لا ناقشوا أن الضمير برجع للصبر ولا برجع للصلاة ولكن في عموم الآيات القرآنية لما يأتي علاجاني لقضية واحدة مقترنان فإنهم يعاملان معاملة الواحدة نعم هو يعود الضمير قد يكون إلى الاستعانة يعني هو الحل في الاستعانة عند المصائب بالصبر والصلاة فالاستعانة هي شيء واحد بهما الحقيقة أنا ألاحظ ملحظا آخر يعني إنها الاستعانة نعم وإنها الكبيرة الاستعانة هي الكبيرة إلا على الخاشعين ألاحظ شيئا آخر أيضا طبعا أنا لي سأورد رأي مختلف ذكره الشهيد سيد قطب في الضلال حول هذا الموضوع يذكر فيها أن هنا القول لأنه لو شفت أنت الآيات التي سبقتها هو الله سبحانه وتعالى يخاطب بني إسرائيل ويدعوهم للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فالآيات القبلها وآمنوا بما أنزلت إليكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون دعوة لهم أن يؤمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم حذرهم وقال لهم ولا تلبسوا الحق بالباطل قصر الأولى وإيايا فرهبون كانت وإيايا فاتقون قائل قبل هذه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإيايا فرهبون بالتاني فاتقون ثم فاتقون ثم بعد ذلك دعوة لأن يدخلوا في دين الله فقال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة أي دخولكم في هذا الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم هو كبير أمر كبير أن تتنازلوا عن المكاسب التي هي كانت لديكم يعني هون إنها لكبيرة تعود على بني إسرائيل فعلهم الذي يطلب منهم نعم الدخول في الحق والدخول في هذا الدين جميل أمر كبير صحيح إلا على الخاشعين الذين يعني يظنون أنهم ملاقوا ربهم فعلا لأن الذين كانوا يؤمنون منهم كانوا يلقون من العنت جدا يعني كانوا يسبحون ضد التيار أنا أعتقد أن القرآن الكريم من عظم بلاغته أنه يمكن أن يحمل المعاني هذه يعني عودة الضمير متناسبة عودة الضمير يمكن أن تعود إلى الصلاة والصبر معنا يمكن أن تعود إلى الاستعانة ويمكن أن تعود إلى ما قبلها وهذا معنى قول سيدنا علي أن القرآن حمال أوجه أنه يحمل أوجها كثير خاصة أنه ما فيش تناقل يعني يكمل بعضه وهذا البلاغة أصلاً من بلاغة العرب أن الكلمة أو الجملة إذا أطلقت فحملت أكثر من وجه وأكثر من معنى وكلما زادت المعاني التي حملتها فهذا يعني عظم البلاغة وهذا يعني عمق البلاغة وهذا شيء عجيب في الآيات ولذلك حتى تنوع القراءات يعطي مدى أكبر في المعاني مالك يوم الدين مالك يوم الدين هو مالك وهو ملك سبحانه وتعالى طبعاً سيد رحمه الله له كلام جميل فأيضاً في تأملاته في آية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون ويقول أن طبقة رجال الدين التي تنشأ والتي كانت في بني إسرائيل كانت عند اليهود وعند النصارى وموجودة عند المسلمين هذه الطبقة طبعاً هذه غير العلماء غير العلماء العاملين الكهنة وإنما رجال الدين بمعنى الكهنة الذين يستغلون الدين وسيلة يتسربلون به إما لتحقيق المال أو الجاه هؤلاء يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم يتظاهرون مثلاً بالزهد أمام الناس وفي حقيقة الأمر ليسوا من الزهاد يعظون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر وتجد أنهم هم لا يتنهون عن منكر فعلوه وهذه الظاهرة متكررة في كل الأمم نعم لا شك تسمح لي سيدي في موضوع في الربط بين الصبر والصلاة أنا أرى هو ربط الجانب الروحي بالجانب العملي الحقيقة هناك من أو كثير من الناس يغلبون أحد الجانبين على الآخر فيغلبون جانب المادة والجانب العملي والجانب كذا في حياتهم ويغلبون عالم الأسباب على الجانب الروحي في حياة الإنسان الحقيقة الصبر قضية قلبية نعم لكن أيضاً آيات القرآن الكريم ربطت الصبر بنوع من العمل لا نجد صبراً في القرآن الكريم منعزلاً عن العمل تماماً وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هناك تواصي به ليست مسألة صبر فقط أيضاً سيدي مثلاً الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ما استسلموا إلى المصيبة قالوا على الأقل قالوا هو نوع من العمل نعم عمل بسيط نعم لكن لا بد من شيء من العمل أما الصبر الذي يعني الخنوع والاستسلام فهو مرفوض شرعاً كثير من الناس يفهمون الصبر على أنها فقط حالة عزال أو حالة رضا وخنوع سكوت قبول بالواقع استسلام للمشاكل التي تحدث للأسف الشديد هذه الظاهرة أحد أسبابها هو تغليب الجانب الروحي على الجانب العملي نحن أمة عملية الأصل عندنا الحركة وحتى في حالة الاستسلام الكامل لأمر الله سبحانه وتعالى والرضا بقضائه وقدره لا يعني هذا أبداً أن نكون في حالة قبول للذل أو الخنوع والاستسلام والرضا بي بل على العكس هو المفروض أنه حالة الصبر هذه هو الثبات تؤهل الإنسان لكرة أخرى للإنطلاق في نقطتين مهمتين في الحديث القرآن عن الصبر الله عز وجل قد تكون هي العبادة الوحيدة من العبادات القلبية التي أمر الله عز وجل عباده فيها ليس فقط بأن يمارسوها بل بأن يتواصوا بها فهذا في ملمح مهم بأن الإنسان مهما كان قوياً ومهما كان ثابتاً هو يحتاج من يوصيه بالصبر من يصبره هو يحتاج من يأتي ويقول له اصبر واحتسب ويعني الإنسان دائماً وهذا لم يأتي الأمر بالتواصل بالحق فقط بل الأمر بالتواصل بالصبر لأنه دائماً الإنسان مهما كان قوياً وإيمانه ثابت وإيمانه راسخ عندما تنزل به نازلة هو يحتاج أن يكون هناك أناس حوله يدعونه إلى الصبر وإلى التجلد وإلى الثباب لذلك شريعة التعزية وشريعة بعض وفي نقطة أخرى في الصبر وإن كانت فيها موجودة في كل الثقافات لأنها هي حاجة إنسانية حاجة إنسانية فطرة يعني هو بعثها ليتمم الأمر الثاني في الصبر مفهوم الصبر أنه بعض الناس غير أنه بيفهم الدعوة إلى الخنوة بعض الناس يفهم الصبر أنه حالة تحجر يعني بمعنى أنه أنا إذا نزلت بي مصيبة أو نزلت أنه يا رب أنا لن أتكلم لن أشكو لن أتذمر لن أبكي لن أحزن بينما الصبر الجميل اللي هو الصبر في أرقى درجاته عبر عنه سيدنا يعقوب بقوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله نعم فالصبر هو حالة شكوى وحالة بث حزن فصبر جميل الله المستعان الله المستعان فهو عبر عن الصبر الجميل بهذا بمنطق بث الشكوى وبث الحزن ولكن في الاتجاه الصحيح بث الحزن وبث الشكوى ولكن لله تبارك وتعالى وهنا يعني بنفس اللقطة أنه أجمل بث للحزن والشكوى إلى الله لا تكون إلا أين في السجود في الصلاة في الصلاة أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد زكريا عليه السلام في مطلع سورة مريم إذ نادى ربه نداء خفية وهذا في الصلاة في المحراب فأنت تناجي الله عز وجل تشكو له همك تشكو له حزنك تشكو له مصابك هذا الذي يصبرك وبالمناسبة لكل عبادة أسرار أسرار ليس شرطا أنه أنت أنا عندما أصلي يحدث في فيا ما يحدث لك سبحان الله كل ركعتين ولذلك عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها بماذا؟ بأمور أنت لا تعلمها أنت بتكون داخل على الصلاة وأنت مش يعني مش عارف إيش اللي بدو يطلع لك من هذه الصلاة لكن تجدي منها خيرات يعني حظيمة جدا في دنياك وآخراتك هي برضو لأن صلاة الفجر هي في وقت على الإنسان أن يقاوم رغبته وفي أن يستمر رفيدي في فراشه يعني بدو ينهض مبكرا شوف هذه العظمة الآية إذ نادى ربه نداءا خفية خفية يا عم النداء ما بيكون خفي الأصل في النداء رفع الصوت نعم الأصل في النداء رفع الصوت فكيف نادى وكان هذا النداء خفي حتى شوف نداءا فيها مد تعرف ليه؟ من جوه جوه هو من أعماق قلبي الرسالة مهمة بأن الصبر أصلا هو أن تصرخ بأعلى صوتك ولكن بينك وبين الله من داخل نفسك من أعماق روح أظن هذه سياق الآيات لما فأوحى إليهم لما خرج إلى قومه من المحراب كأنه ظل الأمر بينه وبين ربه إلى أن أوحى ربه إليه أنه مر الناس فليسبحوا وليذكروا الله لأنه في شيء جاء على الطريق يعني معنى آخر زكريا لم يكن يشكو همه لغير الله وهذا مفهوم الصبر الحقيقي أنه ليش الصلاة؟ قال لأن الإنسان لما تصيبه نازلة ومصيبة مفطور على أن يشكو فإنت تفر إلى الذي أنزل بك النازلة إلى الذي أنزل بك المصيبة إلى الله تبارك وتعالى وهذا يكون في الصلاة ونقطة مهمة بأن الصبر يقوم على ركيزة أساسية وهي معرفة مصدر هذه المصيبة التي نزلت بأن الذي أنزل هذه المصيبة هو الله فأنت تروح عنده لأنه هو القادر أن يرفعها ومعرفة أيضا رحمة الله عز وجل بالعبد ومعرفة أن الذي أنزل هذه المصيبة هو الله عز وجل يدفع في الإنسان شيء عظيم من الرضا من الرضا لما أعرف أنا حكمة الله عز وجل فيما ينزل وحكمة الله عز وجل فيما يجري لذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان من العشر المبشرين بالجنة وكان رجلا مجاب الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم أحد يدعو له ويقول ارمي سعد في ذاك أبي وأمي وما جمع رسول الله أباه وأمه لأحد إلا لسعد في ذاك أبي وأمي وكان يقول اللهم سدد رميته وأجب دعوته فكان لا يرمي رمية إلا أصابت ولا يدعو دعوة إلا أجيبت فكان حتى الصحابة لما يمرضوا ويتنزل بهم نازل يأتوا إلى سعد يأطلبون منه أن يدعو الله عز وجل لهم في آخر حياته فقد بصره فقد سعدهم بصره استمرت أسابيع فجاءوا إليه قالوا يا سعد ألا تدعو الله عز وجل أن يرد عليك بصرك قال لهم قضاء الله عندي أحب إلي من بصري قضاء الله عندي أحب إلي من بصري هو عرف أن الذي أنزل هذه النازلة به يحبه لم ينزلها وكل قضاء لله خير وهذا معنى كلام قضاء الله خير لذلك حين نرى الحقيقة هذه المصائب التي تحل بالأمة سواء في ثورات الربيع العربي أو في غيرها كثير من الناس ينكسون على أعقابهم أو يفكرون بأن هذه المصائب تستدعي الرجوع إلى الخلف أو أنها تدل على عدم صحة المسير أو كذا الحقيقة الواقع بالعكس الأنبياء ابتلوا أكثر من هذا بكثير زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الحقيقة الصبر يعني العلماء يذكرون أيضا أنه صبر بثلاثة أنواع أنواع كثيرة لكن يذكرون له أنواع ثلاثة يقولون هو صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على المصيبة فالصبر على الطاعة هو في ذاته صبر ولذلك اقتران الصبر بالصلاة من هذا المعنى هو صبر على الطاعة وصبر عن المعصية هو أيضا اقتران الصبر بالصلاة هو صبر عن المعصية لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء في القول المنكر في الفعل فهو صبر عن المعصية أيضا الصبر بالصلاة والاستعانة بالصبر والصلاة هو صبر على المصيبة يعني الأنواع الثلاثة تجمع هذه الآية بأنها صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على المصائب والحقيقة حين نتأمل في أنواع الصبر نجد أن الثلاثة هي تحقق أو تكسر شهوات في الإنسان يعني الطاعة نفسها ربنا سبحانه وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره الطاعات فيها شيء من التكليف لا بد من هذا حتى يصل الإنسان إلى كسر هذا الحاجز بينه وبين الطاعة يحتاج إلى مجاهدة نفسه كثيرا هذا مجاهدة النفس هو نوع من الصبر صبر على الطاعة حتى يستلذ بالطاعة حتى يصبح الطاعة أو حتى تصبح الطاعة عنده لذة وشعورا روحيا جميلا يرتاح بها بدل أن يرتاح منها يحتاج إلى صبر عليها ممارسة تدريب حتى يصل إلى هذا المستوى الصبر عن المعصية أيضا هو يحتاج إلى تدرب عليه حتى تصبح المعصية لا تعني له شيئا حتى يصبح شيطان لا يأمره بهذه المعصية يعني يحتاج إلى أول مرة يأمره أو ثاني مرة ثالث مرة ثم بعد ذلك إذا أيقن أنه لا سبيل له إليه تركه شيطانه أحد الأشخاص مرة جاءني قال أنا أستغرب يا شيخ كنت إماما في أحد مساجد الأردن عمام فقال أنا أستغرب كيف أنا هنا ورائك في صلاة التراويح أشعر بالملل بينما ذهبت إلى العمرة أصلي عشرين ركعة بدون ملل وأشعر بالعكس أشعر أن الإمام انتهى بسرعة قلت له لأن شيطانك هناك أيس منك أنت بعد الصلاة ستجلس تنتظر صلاة التهجد وبعد صلاة التهجد ستجلس في المسجد تنتظر صلاة الصبح لن تخرج إلى شيء فشيطانك سيقول لك ماذا لكن أنت هنا تصلي وأنت في بالك ألف عمل تريد أن تنتهي من الصلاة لأجل أن تذهب تتابع مسلسل تتابع أخبار تشتري شيئا للبيت أنا ولياتي التي تنتظر تشتري شيئا تفعل كذا فأنت شيطانك أنت مجهز له كمية من الأشياء يوسوس لك فيها فكلما جاهدت شيطانك هذا نوع من الصبر بحيث أنه يمتنع الإنسان عن التفكير في المعاصي هو يحتاج إلى شيء دربة جهد ثم بعد ذلك الشيطان ييأس من الإنسان ويتركه خلص يقول هذا ما عنده شيء أصلا فالحقيقة أنواع الصبر حين نتأملها وكيف أن هذه الآية تدل عليها الإنسان يشعر بتقصيره في فهم كتاب الله تعالى نحن عندنا أحيانا نظرات سطحية في الآيات التأمل في الآيات أمر عظيم جدا وهو ما أمر الله تعالى به قال أفلا يتدبرون ولم يقل أفلا يقرؤون وهذه الجلسات نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نوعا من هذا من أعظم سمرات الصبر على الإطلاق أن يرجع الإنسان إلى الله لذلك شف في الآية وقال قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون وفي آيات المصيبة قال الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون طبعا من معاني الآيات التي نحن كلنا بنستخدمه أن الإنسان مما يهون عليه المصاب أنه يوقن أنه راجع إلى الله تبارك وتعالى يعني يجازيه بالصبر الجزاء الأوفى بعد الموت ولكن أنا أعتقد أن أعظم الثمرات ليست أن نوقن أننا نراجعون إلى الله بعد الموت فيعطينا جزاءنا أعظم ثمرات الصبر أن نرجع إلى الله في حياتنا وإنا إليه راجعون الآن لذلك نرى آية العذاب الأدنى في سورة السجدة ولن يذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون الأصل هذه الحكمة من أجل الرجوع وهذا وهذا يعطينا مفهوم أنه الله عز وجل لماذا ينزل المصائب الناس تتكلم اليوم أن الله عز وجل لماذا يبتليني من الأمثلة الجميلة التي يمكن أن تضرب في هذا المثال وأنا دائما بحدث فيه للشباب والإخوة أنه والله إذا كنت أنت ماشي في الطريق ورأيت ولدا وطفلا صغيرا يسب ويشتم بألفاظ بذيئة وهو طفل لا تعرفه كيف تتعامل معه يعني بتغضب ممكن أن تنهره ممكن أن توبخه وممكن أن لا تلتفت تبقى في الطريق ماشي وما تلتفت للموضوع لكن تخيل لو كان هذا الطفل الصغير ابنك هل ستتركه لا راح تشده من إذنه ورح ممكن تقس عليه تضربه هل تركك لذلك الطفل وعقوبتك لابنك علامة أنك تحب ذلك أكثر من هذا أبدا ولا أصلا عقوبتك التي أنزلتها في ولدك هي علامة حبك الشديد له أكثر من غيره طبعا والله عز وجل عندما ينزل عليك شدة فهو أراد منك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون هي يعني شدة إذن ولعل في هذا السياق بيأتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا ولا يكون ذلك إلا للمؤمن هو أخونا أعطاني صراحة طرف خيط جميل في هذه الآيات بالذات لاحظوا إحنا ذكرنا آية ويقابلها آية تشبهها الآية الأولى التي ذكرناها واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن بني إسرائيل لكن الآية التي جاءت في سياق مخاطبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدأت بداية مختلفة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بطاب خاص لاحظ أنت بتحكي لي أن هذا ابنك ولله المثل الأعلى هو يخاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمة المصطفى وهذه الآية جاءت بعد آيات التي حددت لهم التي هي هوية هذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا إذن أنت أمة مميزة أنت أمة خاصة يجب أن يكون لكم يعني سمت خاص وزاد خاص زادكم هو الصبر والصلاة ولذلك الصلاة أمرها عجيب ونزلت بيعني خلينا نسميها تقوس محددة وهي وقت الإسراء الله سبحانه وتعالى يعني فرض الصلاة على المؤمنين في رحلة عظيمة عجيبة وهذه تذكرنا كل ما صلينا أنه إحنا بالفعل يعني تذكرنا بالإسراء وأرض المسرى وأنه إحنا مرتبطين هناك كان يعني نزول الصلاة علينا وأننا سنعود إلى إلى أرض الإسراء إذا عدنا إلى صلاتنا أو إذا أحسننا صلاتنا وهي تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى تضحية تحتاج إلى دماء تحتاج إلى بذل ولذلك أول آية بعدها هذه مباشرة يعني واستعينوا بصور إن الله مع الصابرين ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف هذه يعني ضريبة الثبات والاستقامة وضريبة أن تكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أخي ذكر موضوع الربيع العربي وأن الناس يعني شعروا بأنه لا هذا سيرفعك أو يؤهلك إلى درجة ستصاب بالمحن ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما بدأ دعوته الناس كلهم عذبوا وحتى جاءه خبيب قال يا رسول الله خباب ألا تستنصر لنا خباب خباب من الأرد ألا تدعو لنا لأنه يعرف أنه دعوة واحدة من الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة المشكلة أنه الناس يعني إحنا من منذ الصغر ونحن نقرأ هذه النماذج نقرأ ما حصل مع النبيين ونقرأ ما حصل مع الصالحين ومع الدعاء وفي تاريخ أمتنا نحن وتاريخ الأمم الآخرين لكن لما بتحدث معنا المحنة وكأنها لم تحدث لغيرنا من قبل لذلك جاءت وتواصلوا بالصبر أنه الإنسان بحاجة إلى من يذكره بالصبر شف الآية يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة كيف كانت خاتمتها إن الله مع الصابرين جاء الابتداء بالنداء الإيمان والختام بإثبات المعية الناس بحاجة إلى أن يشعروا أن هناك من هو معهم في مصيبتهم هناك من هو معهم في نوازلهم شوفوا سيد عائشة رضي الله عنها بتقول والله لا أنسى فلانا لا أنسى فلانا طب ماذا فعلت فلانا قالت في حادثة الإفك كانت تأتي فتبكي معي هي تواسيها تواسيها فقط تراني أبكي فتأتي وتجلس وتبكي معي والناس الآن يقولون من يتصل بهم يواسيها فلذلك الناس يريدون أن يشعروا أن هناك معهم الله عز وجل يقول لك أنا معك يعني دقق أنه بعض الناس وكلنا إذا أتى مسؤول كبير حاكم من دولة قال له أخي روح اشتغل لي بذكية وانا معك كيف تكون قوته كيف تكون معنوياته وكيف يكون إقباله وكيف يكون إقدامه الله عز وجل يقول لك أصبر وأنا معك إن الله مع الصبر يعني تتمة لما ذكرته أن الخطاب جاء يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة فهو خطاب لفئة لأمة أنت سميتها أمة هذه الأمة لا تجمعها قومية ولا تجمعها جغرافيا ولا يجمعها زمن يجمعها الإيمان الإيمان وهذا تمييز لها عن كل من سبقها من طوائف التدين عن طوائف التدين السابقة الرسالات السابقة قاطبة لم تكن عالمية كما هي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلا يعني هو هذا خصوصية خطاب ولكنه في نفس الوقت لا يوجد أوسع منه دائرة ولا أشمل منه إضافة إلى نقطة في الصبر من مرتكزات الصبر أنه الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون وإن لله وإن إليه راجعون كلنا الرجوع إلى الله في الدنيا كذلك الظن بملاقات الله عز وجل بعد الموت أشد ما يصيب الإنسان في حياته أن يشعر أن هناك من ظلمه ولم ينال جزاءه اليوم في أمتنا عندنا حالة طغيان عجيبة الشباب بدأوا يتساءلوا أنه يا رب يعني لماذا لا ينصر المؤمنون لماذا لا يعاقب أهم عوامل الرضا بالمصيبة الإيمان بالله عز وجل هو الإيمان باليوم الآخر نحن بحاجة في مصائبنا أن نعزز الإيمان باليوم الآخر الشعور الإنسان بأنه بحاجة بأن هذه الحياة الدنيا لا عدل فيها إذا لم يكن مؤمنا بأن هناك يوم سيأتي يقتص الله عز وجل فيه للمظلومين من ظالميهم يجعل الحياة جحيما لا تطاق لا شك ويجعل الأبواب كلها مزدودة لذلك نحن بحاجة إلى أن نعزز في أنفسنا وفي الناس عموما حقيقة الإيمان باليوم الآخر بأنه لا يغرنكم تطاول الظالمين هؤلاء في النهاية سنقف جميعنا بين يدي الله عز وجل وسنرى محاكمة عادلة اليوم كثير من الطغاء غابوا عن محاكمة عادلة ماتوا ماتوا على فراشهم وهم الذين ارتكبوا مجازر ومسحوا مدن بس الدنيا هذه ليست النهاية ولكن تمام شعور شعور البعض بأنه وماذا بعد شعورهم بأنه ما في شيء الله عز وجل يأتي فيقول الذين يظنون وصف الخاشع الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون هناك الحساب الحساب مشهون كلما عظمت معرفتك بربك سبحانه وتعالى كلما هانت عليك الدنيا وعرفتها على الحق ولذلك لاحظ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ما أجرهم ما ثوابهم أيواء أولئك عليهم لاحظ صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يعني هؤلاء ماذا لهم هل لهم نصر هل لهم تمكين الرحمة ستكون هذا مما نحب لكن الحقيقة الشيء الأعظم عليهم صلوات من ربهم تخيل ما أجملها طبعا سبحان الله هنا لاحظ ارتباط الصبر بالصلاة وكذلك ارتباط الصلاة بالصبر أولئك عليهم وجاء وهذا لا يتناقض مع حصول التمكين في الدنيا نعم لا شك الرحمة عامة في الدنيا وفي الآخرة عليهم صلوات من ربهم والله سبحانه وتعالى في سورة أخرى ماذا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم تخيل أنك بصبرك واستقامتك ترتفع عند الله بمكانتك إلى درجة أن يذكرك الله ويصلي عليك الله وصلاة الله سبحانه وتعالى ذكر لعبده في الملأ الأعلى فأنت إذا صبرت أصبحت من هذه الفئة التي يصلي الله عليها يذكرها الله في الملأ الأعلى كالنبيين كالرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أعظمها وما أجملها من مكانة ورحمة أصحاب الكهف ماذا كانوا طلبوا من الله من لدنه رحمة سبحانه وتعالى فأن يهبك الله الرحمة وأن الذكر الحسن عنده وأن تكون من المهتدين هذا ليس شيء بعده هي مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يبتلي عباده لا مفر منها ولذلك هو بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصبرين جاءت بعدها الآية ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين يعني معنى آخر كان الله سبحانه وتعالى لو أراد لنصر رسوله بدون عنت وبدون تضحيات وبدون ولكنها السنة هي السنة وهي مشت على يعني هذه السنة صارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله ولا بد أن تسير على من تبع خطاه لذلك من مشاهد الصبر العجيبة التي تحتاج فعلا تأمل كبير مشهد النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف لما ذهب النبي عليه وسلم إلى الطائف صارت أكثر من ثمانين كيلومتر مع زيد وقد أغلقت الأبواب في وجهه في مكة وهو يرتجي أن يعني ينال على الأقل فتح لباب مغلق في وجه الدعوة في وجه مشروعه في وجه هذا الدين الذي جاء يبشر به ويحمله رحمة للعالمين في الطائف ولكنه وجوبه بطريقة في غاية القسوة والبذاء يعني بدأوا أحدهم يقول له ألم يجد الله غيرك يرسله نبيا وثم أغر به صفهاءهم وصبيانهم ويرمونه وقد يعني صدق من قال لو ما رأيت النبي من بعده بالطائفي سالت بالحصب منه الدماء وسمعت التخيير فيهم من الله فكان اختياره الإبقاء لرأيت أعظم الخلق حلما وتمنيت أن يعم الفناء كان زيد يلقى الحجارة عنه إن روحي لنعلي زيد فداء الصبر تمثل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع قال له زيد يا رسول الله ترجعوا إلى مكة وقد أخرجوك شو قال قال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا الله وإن الله ناصر دينه هذا اليقين وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه شوف النبي عليه الصلاة والسلام استخدم اسم الفاعل النكرة الله عز وجل لما يقول جاعل لم يقل إن الله مظهر نبيه وناصر دينه ما قال ناصر دينه ولا مظهر نبيه مظهر نبيه هذا اسم الفاعل لما يأتي نكرة بفيد أمرين بفيد اليقين في التحقق والسرعة في التحقق لذلك الله عز وجل قال إن الله جاعل في الأرض خليفة وأتقال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فالنبي عليه الصلاة والسلام رغم كل ما أصابه كان صبره مزدانا أو يثمر يقينا يقينا إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه ورغم هذا اليقين كله الذي كان يحمله مع ذلك نجده جلس وتذلل إلى الله تبارك وتعالى اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري ثم يقول إن لم يكن بك علي غضب فلو ملك يعني أن يا رب كل هذا الذي نزل بي إذا ما كان سببه سخط علي فلا أبالي لا قيمة له أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك ولك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك يختم المشهد بمشهد عجيب وهو أن الإنسان مهما حل به من الظلم لا ينتقم لذاته يأتيه جبريل يقول يا محمد إن معي ملك الجبال إن شئت أطبق على أهل مكة الأخشبين قال لا يا جبريل لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء أي صبر عظيم هذا رجل دمه يسيل دمه يسيل يعني تخيل واحد منه ودمه يسيل ومطرود طرده قومه ويمنعون دخوله ثم طرده أهل الطائف ولم يستقبلوه وفي حالة من الأسى ومع ذلك يقول له قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أنا أقرأ في هذه الآية أيضا ملاحظة مهمة قد يكون الوقت أخذنا كثيرا في الحديث عن الصبر لكن الحقيقة الصلاة أيضا هي نوع استعانة يعني أقرأ في قوله استعين بالصبر والصلاة الصلاة رمز للإنقياد لله سبحانه وتعالى يعني رمز للعبادات عموما الاستعانة بالصلاة ليست فقط استعانة بعلاقة الله تبارك وتعالى أو العبد بالله سبحانه وتعالى أنا أقرأ فيها أيضا استعانة بعبادة تتعلق بالمجتمع يعني الصلاة هي وإن كانت كما يوصفونها علاقة بين العبد وربه وهي تذكر في قسمة الصلاة بيني وبين عبد نصفين وكذا لكن أقرأ فيها كثير من الارتباط بالناس أو بالمجتمع في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر القضية ليست الصلاة ليست علاقة بين عبد وربه فقط وإنما لو كانت الصلاة حقيقية فإنها تؤثر على الإنسان لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه وتؤثر في المجتمع تنهى عن الفحشاء والمنكر فهي قضية إصلاح للنفس وإصلاح لمن حولك أيضا حين يصلح الإنسان نفسه بشكل طبيعي سيصلح مجتمعه من حوله الاستعانة بالصلاة هي استعانة بعبادة تؤثر في الناس أيضا لذلك أنا يمكن وتجمعهم في هذه النقطة جميع العبادات الشعائرية الأركان العبادات المفروضة هي علاقة بين العبد وربه ينعكس أثرها في الواقع فإذا لم ينعكس أثرها في الواقع لم تؤتي ثمارها فجاء في الصلاة من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعده وجاء في الصيام فإن سبك أحد أو شاتمك فقل إني صائم يجب أن ينعكس أثر الصيام في الحاج فلا رفث ولا فسوق ولا جدالة في الصيام أوضح من هذا في الزكاة لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى في الصيام سيدي أوضح من هذا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه إذا كان موضوع امتناع بينك وبين الله ليس لله حاجة في هذا أصلا فإذن نعم فعلا لذلك أنا أقرأ في الأمر بالصلاة شيء ينعكس على المجتمع وهذا مفاد الأمر بالتواصي لذلك حين نجد الذي يصاب بمصيبة أو الذي يريد أن يستعين بالصلاة يستعين بها على أنها انعزال عن المجتمع وعبادة بينه وبين الله سبحانه وتعالى فقط وكذا النبي صلى الله عليه وسلم يشير في كثير من الحاديث إلى أن هذا أثره ضعيف جدا بل يكاد يكون معدوم الأثر يقول لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ألف واحد يصلون ويلجأون إلى الصلاة ويركعون ويسجدون لا أثر لهم في المجتمع عالم واحد يدعو الناس ويحث الناس على الخير أثره في المجتمع أعظم من ألف واحد من أولئك لذلك الحقيقة العبادات التي تشير إليها الصلاة أو الصلاة هي عبارة عن رمز لباقي العبادات وسائر العبادات كل العبادات الأخرى ينبغي أن نستعين بها يعني ليس الصلاة فقط نستعين أيضا بالزكاة نستعين أيضا بالصوم يعني أنا أقرأ فيها رمزا ولا أقرأ فيها فقط هذه العبادة وإن كانت هذه العبادة هي قسة الكروز هي عمادها لكن أيضا للأخرى لا نستغني عنها يعني نستعين أيضا بالصوم ونستعين أيضا بالزكاة إخراج الأموال قد يكون في بعض المصائب والكوارث هي اعتبرت عماد الدين أصلا ولكن أيضا الصلاة تفيد في المصائب أكثر من غيرها من العبادات من جهة أن الصلاة ينخرط فيها الإنسان بالمجموع نعم الجماعة ومش بالمجموع لمرة في السنة مثل الحاج ينخرط فيها بالجماعة خمسة مرات في اليوم نعم يعني بمعنى إذا نزلت به مصيبة فانخرط بين الناس خمس مرات في اليوم فرأى الجميع حوله الغني يرى الفقير يواسله ويأخذون بيده ويعينونه فإن هذا معين كبير جدا على المصيبة التي يعيشها نلاحظ أنه عندما وردت حتى في الآية وردت بصيبة الجماعة استعينوا لم يقل استعين نعم في الحالة استعينوا وعندما قال في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين نستعين كلنا هذا الشكل الجماعي هو الذي يريده الله مننا سبحانه وتعالى وهذا منسجم مع الفطرة التي خلقنا الله عليها أنه نحن كبشر جزء من مجموعة كائن اجتماعي لا ننفصل عن الآخرين ولا ينفي أن يكون لك حظ في خاصة صلوات النوافل أن يكون لك ولذلك يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا أقم الصلاة في سورة الإسرائيل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هذا للرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الأمة عسى أن يبعثها الله سبحانه وتعالى مقاما محمودا بين الأمم هي من خلال قرآنها وصلاتها ولجوئها وارتباطها بالله سبحانه وتعالى ولذلك يعني كانت نقلة كبيرة جدا عندما الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه مما يعني أعقب على كلام أخي أبو الخير أنه ليس المشهد الأخير لهو كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن لم يكن بك علي غضب وإنما المشهد الذي الأخير كان أنه كان جزاء صبره في رحلة الطائف جزاء صبره إسراء رحلة الإسراء والمعراج إلى المعراج ويعني أن يكرم هو وأمته بالصلاة هذه الآيات التي ذكرناها في سورة البقرة تذكرني بالآيات التي في مطلع سورة العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين صور أنت يعني هذا اختبار إما يكون الإنسان فيه صادقا أو يكون كاذبا وبعدين الآية التي جاءت بعدها وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّا الْمُنَافِقِينَ بآية بعدها في نفس السورة مع إنها مكية السورة نعم لكن هو لأن الناس في مكة كان هذا أكبر تمحيص أكبر ابتلاء لهم أنه ثلاثة عشر عاما وهم يسامون العذاب وربما بعضهم كما ذكرتم كان يعني يظن أنه ينبغي أن ينصر ونختصر هذه المسيرة الشاقة لكن سبحان الله أراد الله أو أبى الله إلا أن نمتحن كمؤمنين حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفترون يعني هذه اللفتة فتحت أمامي بابا وهو أننا عندما تتحقق الإنجازات يجب أن نتذكر الذين صبروا ابتداء أيها الله يعني عندما يتحقق وبعضهم لم يرى ثمار النصر أن الذين صبروا ابتداء يعني عندما نتحدث عن فتح مكة نكون قد ظلمنا فتح مكة عندما نظن أن الذين فتحوا مكة هم عشر آلاف صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الذين جلدوا بصوت في مكة كل الذين استشهدوا ياسر وسمية وكل هؤلاء الصحابة هم جزء من عملية فتح مكة من ظلم التاريخ أنه لا يسجل الإنجازات إلا للذين يقصون الشريط في النهاية لأنه في النهاية الإنجاز هو عملية راكمية تراكم دم والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشير إلى هذا المعنى يوم فتح مكة في يوم فتح مكة المشركين كانوا أخذوا بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كلها وفقال له أصحابه أنه أين تنزل يا رسول الله قال هل ترك لنا عقيل من دور ما فيه قالوا أين نضع لك خيمتك وين قال قال ابن خيمتي عند قبر خديجة يا الله قال ابن خيمتي عند قبر خديجة هناك يريد أن يحدث ويريد أن يشاركها فرحة النصر يريد أن يقول لها بأن هذا الفتح أنت جزء منه صبرك الذي صبرته خديجة رضي الله عنها صبرت ما لم يصبره أحد صبرته مع النبي صلى الله عليه وسلم صبرت صبرا حقيقيا هي التي وهي فقنية ثرية ليست بحاجة إلى اشتركوا في القناة